كل الكلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسوله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وصار دليل مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بحضرتكم النهاردة هكون معاكم إن شاء الله أنا جاد عطية بس مش ببرنامج النص الحالي وهكون معاكم أنا أيات الحسيني لكن مش ببرنامج مساء وصباح هنكون معاكم لمدة ساعة في أم سيادينية بمناسبة المولد النبوي الشريف وكل عام وأنتم بخير وبمناسبة المولد النبوي الشريف شايفين إن أنسب حاجة ممكن نقدمها لحضرتكم النهاردة هي بطاقة تعريف عن أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع أول والموافق في التاريخ الميلادي 22 إبريل سنة 571 ميلاديا وده كان في عام الفيل حسب التوقيت القمري وبالتحديد بعد خمسين يوم من محاولة إبرها لهدم الكعبة الشريفة اتولد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمه السيدة آمنة بنت وهب البيت تحديدا عند جبل المروة يعني أرقى مكان في مكة المكرمة وكان على بعد 200 متر من الكعبة الشريفة قالت السيدة آمنة بنت وهب عندما حملت فيه رأيت نورا يخرج من بطني يضيء بصرة وبصرة هي أول مدن الشام من ناحية مكة المكرمة والعجيب إن أول مدن الفتح الإسلامي في بلاد الشام كانت مدينة بصرة ولما تولد الرسول صلى الله عليه وسلم أخده جده عبد المطلب وحمله وطاب به الكعبة فكان أول شيء يحصل الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هو الطواف بالكعبة الشريفة وبعد كده قرر إنه هو يسميه محمد ولما سألوا لي سميته باسم مش متعارف عليه في أسماء أجددك فرد وقال سميته محمد ليكون محمودا في الأرض ومحمودا في السماء ومن ضمن أسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمود وعلى الرغم من إن اسم أحمد ومحمد ومحمود مشتركين في صفة الحمد إلا إن بينهم اختلاف كبير فبالنسبة لإسم أحمد هو بيدل على إنه غير موجود الآن وإنما سيأتي فيما بعد لذلك قال سيدنا عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هنا سيدنا عيسى قال أحمد ما قالش محمد لأن محمد تقالت لما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجود بالفعل وعندما توفي صلى الله عليه وسلم قيل عنه محمودا أما عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت 27 غزوة لكن 9 غزوات بس اللي قاتل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأول غزواته كانت غزوة تسمى بغزوة الأبواء أما عن خاتم النبوة فهو قطعة لحم صغيرة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية كتفه الأيصر وده بيدل على أنه إشارة أو إشعار أنه لا نبي يأتي بعدك وبالنسبة للحكمة التانية أن وجود خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لأن ده مكان تسلط الشيطان على ثمرة قلب بني آدم لذلك وضعت في ظهري صلى الله عليه وسلم حتى يسد على الشيطان بابه فلا يستطيع التسلط على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستكمالاً لاحتفالنا بالمولد النبوي الشريف هيكون معايا إن شاء الله بعد الفاصل في فكرتنا التانية ذيوفنا الكرام المبتهل فضيلة الشيخ محمد علي جابين والمنشد الشاب أحمد سعد تعالوا بنا ناخد فاصل ونرجع نستقبل ذيوفنا الكرام بإذن الله مشاهدين رجعنا لكم مرة تانية وأرحب معكم بفضيلة الشيخ المبتهل محمد علي جابين والمنشد الشاب أحمد سعد أهلا ورحبا بكم أهلا وسهلا نورتونا النهاردة في الستوديو كل سلام طيبين بمناسبة هذا الاحتفالية والأمسية الجميلة بمناسبة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وحق لنا أن نحتفل ونفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرحتنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن نحتفل بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فرصة لأن نتذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم بمناسبة ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فرصة أن نسترجع سيرته العطرة وأن نعيش مع الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنه بيننا منورنا شيخ فضلت الشيخ ومنورنا أستاذ أحمد عايزين قبل ما نتعمك في الكلام ونتعمك في الأسئلة كده حابين نسمع أصوات حضراتكم يعني وتسمحوا لي أننا نبدأ بفضلت الشيخ يعني لو حدتك تقول لنا حاجة محببة إلى قلبك يعني بمناسبة المولد النبوي الشريف طبعا بمناسبة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني يطيب لي أن أقول هذه القصيدة وهي قصيدة بمناسبة مولد الهادي صلى الله عليه وسلم للشاعر الإسلامي الكبير الشاعر محمد دياء الصابوني وقد أنشدت هذه القصيدة وأنا عمري 12 عاما في مكة المكرمة وهي من القصيد المحببة لقلبي والتي طالما أنشدها في مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا ربيعك يا محمد غردا فترى الوجود فترى الوجود مغنيا ومرددا ما إن أطل على الوجود ضياؤه حتى أنار العالمين إلى الهدى وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي وحمد وأراد ربك أن يجلي رحمة رحمة في الكون فاختار النبي محمد يا صاحب الخلق العظيم ومالك القلب الرحيم يا صاحب الخلق العظيم ومالك القلب الرحيم وللمكارم مبتدى أثنى عليك الله في قرآنه أثنى عليك الله في قرآنه فلأنت ينبوه الفضائل والندى ماذا أقول ومن يفيك بما دحيه ماذا أقول ومن يفيك بما دحيه وجميع من داحي كما بلغ المدى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله يبارك في حضرتك تستحقنا يكون الأحبة لك قلبك فعلا نعم ولما سيتقلبنا نروح لأحمد تحب تبدأ معينا بإيه؟ الأنشودة اسمها عذرة رسول الله محببة القلب جدا يعني قلتها في حفلة سبحان الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوصفا جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوصفا والله والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية قد تظل يكتب ما كفاه والله 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 لو قبر النبي محمد تفجرت تفجرت أنواره تفجرت 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 موفقة ما شاء الله ما شاء الله يا أحمد اللهم بارك ستكراك أنا عارفة أن أنت بتنشد من وإنت في سنه صغير جدا فممكن تحكي لنا عن بدايتك ومين كان الدعم الأول والأساسي لك في حكاية الإنشاد دي يعني؟ والله هو الدعم الأول والأساسي لي في الإنشاد كان أهلي واتشفني والدي والدتي يعني الله أرحمه الله يرحمه اكشفني وأنا يعني عندي سبع سنين أو أقل كمان ما شاء الله كنت فاتح كتاب كده وكان فيه زي أنشيد كده للأطفال فاسمعني وأنا بقول للأنشودة عن الأقصى دي كانت البداية يعني فمن ساعتها وبقى إيه؟ ابتدأت أنمي الموضوع بالسمع وكانت الإنشادة سبحان الله كان لها يعني صدق عالي يعني نسب مشاهداتها عالي أقوى على الفيس وعاليوتيوب اسمعها والله إن أنسى الأقصى يعني تعاملت الأقصى كانت جميلة يعني يعني عن سبع سنوات ابتدأت الإنشاد والسمع بقى يعني هو السمع الإنشاد بيتنمى الحاجة الوحيدة اللي بيتنميه السمع طبعا برضو دخلت أكاديمي بقى مع النقابة يعني في نقابة الإنشاد أنا أعوض فيها مع محمول التهامي طبعا مع حفظ العلقاب أستاذنا كلنا وأستاذنا محمد يسين المرعشلي وفرق بقى يعني الحمد لله يعني الحمد لله طيب فضلك بقى عرفنا إيه الفرق بين الإبتهال والتوسيح والأنسيد الإنشاد الديني الإنشاد الديني هو طبعا الابتهال يؤديه المبتهل منفردا بلحنه الارتجالي الآن يعني الحالي نص شعري فيؤديه بهواه بدون الالتزام بلزمة موسيقية أو لحن معين إنه هو لحن ارتجالي الحالي أما الفرق بين البرد التوشيح لأن الناس عندها مع المعلومات برضو عادلين صححة للسادة المشاهدين في خلط يقول لك اللي هسمح توشيح الفجر لا أنت بتسمع ابتهال الفجر التوشيح بيؤدي المبتهل مع بيطانة بيتفقوا على لزمة موسيقية بيطانة هي الجماعة بيطانة هي الجماعة أو الكورال اللي وراء الانشاد بيتفقوا على لزمة موسيقية وبعدين بيخرج المبتهل اللي هو قائد الأوركستر أو قائد البطانة دي بيابتهال صوله الوحدي بعد يخلص بعد كده يخشوا مع بعض فممكن نعمل مثلاً أنا والأستاذ مولاي مثال حي مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلاً وكرم مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلاً وكرم مولاي 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 الأداء. وبأدوء بالفرقة الجماعية يعني جماعة يعني عادة هو. وطبعا بنسمع فرق إنشاء الديني معروفة تلوقتي. وطبعا أساس هذا الفن من مصر. يعني فن الإنشاء انطلق من مصر وانتشر لكل أنحاء العالم. فمصر هي أصل الفنون وهي منشأ الفنون على مر التاريخ. فنرجع ونقول الابتهال اللي هو بيؤديه المبتهل لوحديه منفردا بهوا بلحنه على حسب بقى لون القصيدة. قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قصيدة في تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والتوشيح زي ما احنا ذكرنا. والإنشاءة بقى اللي هو بيؤدي المنشدين مجموعة منشدين مع بعضهم بأداء ملحن مسبقا بإيقاع. أحيانا يكون في آلات وأحيانا يكون من غير آلات. فضلت الشيخ محمد علي. حابين نعرف من حضرتك أثر كدوم المولد النبوي الشريف على نفسنا كمسلمين جميعا. طبعا هو بمقدم هذا الحدث التاريخي الذي اعتبره من أهم الأحداث التاريخية التي تمر كل عام علينا نحن كمسلمين. وهو ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم يبعث يعني الأمل في قلوبنا والطمأنينة والسكينة. يعني باعتبرها دورة تجديدية لحياتنا نحن كبشر أن نسترجع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت للذات التي يعني يعني نأنه فيه من من الكورونا مثلا مضيئ على الناس عشتها والعالم كله مضطرب بسبب هذا الفيروس اللعين. ولكن يأتي ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم يبعث الهدوء والراحة والطمأنينة والنفوس والسكينة في قلوبنا وتستمر سفينة الحياة لتعبر بنا إلى شط الأمان فالنبي صلى الله عليه وسلم ووجود سيدنا النبي معنا في قلوبنا وفي حياتنا واحتفالنا بسيدنا النبي بيبعث الأمل والسرور والفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وما أرسلناك إلا رحمته العالمين كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الرحمة وجاء الفرح وجاء السرور بمولد هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء وأبو السليم صلى الله عليه وسلم طيب يا أحمد أنت قلتنا أن أنت بادئ من سن سبع سنين دي بداية وأنت صغير جدا دراستك كانت لها علاقة بالإنشاد؟ والله هو الأول في ثالثة شريعة إسلامية في أظهر هو الأظهر يعني منارة العلم وهو أصل الحاجات دي أكيد بش هو ما روش علاقة بالإنشاد هو ما روش علاقة بالإنشاد إزاي بقى لما عددت في السنوية العامة وإعداء دي شهادة والمراحل دي إزاي كنت ما نشوفك في التلفزيون ونشوفك في حفلات إزاي وفقت بين الاثنين؟ بين دراستك وبين موهبتك؟ والله الموهبة اللي موهوب في الإنشاد أو في الإبتهال أو عمتاً صوته كويس ما بيشغلش الدراية يعني ما بيشغلش عن الدراسة في حاجة لأن هي الموهبة ما هي إلا بتتنمى بالسمع فقط فيش تدريب؟ التدريب يعني هو أكاديم وكل حاجة زي ما قلت حياتك كان في النقابة وكده وليهم فضل علاج كبير أن هم علمون يعني بس ما اعترضتش الدراسة خالص في حاجة يعني هو أنا سمع بس يعني في الراحة في الجاية السماعات وأسمع بقى بس الناس الأدام بقى إيه؟ مشايخنا طبعاً الشيخ محمد عمران والشيخ طه الفشني وكل دول يعني أسات زفة هم دول أساس هو ده التراث بتاعنا فبنرجع له بدل اللي إحنا بنسمعه الأيام ديت طب ممكن يا أحمد تسمعنا حاجة كده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من شو ده اسمها يا صلاة الزين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأقداح حاز الجمال ونال يوسف بعضه ولنا بذكر صفاته الأرباح بجبينه نور بجبينه نور كمصباح بدى بدى للعالمين جبينه المصباح بجبينه نور حاز الجمال ونال يوسف بعضه ونال يوسف بعضه ولنا بذكر صفاته الأرباح نار الغرام بقلب عاشق حسنه إما توجدا ما عليه جناح يا صلاة الزل على نبينا يا صلاة الزل على نبينا يا صلاة الزل للحلوة ومحلها رب الأدرة مبارك فيها هذه الحلوة ومحلها رب الأدرة مبارك فيها المولى تعالى وجيناكم نمدحتها فوجدناكم أحباب للزين يا صلاة الزل على نبينا 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 عرفين أعظم إنسان هدى العالم طاه العدنان عرفين أعظم إنسان هدى العالم بنور الإيمان نشر دين في كل مكان شرق ومغرب وإبلاد الصين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين وكان مكة المكرمة يعني أنا جزي من حياتي ولو كاني اتدائي درستهم في مصر واحدة تالتة اتدائي درست في مدرس تحفظ القرآن الكريم وبابا كان شغال في الحرم المكة الشريف فوجودي في الحرم ده خلاني أشوف أطيغاف وأشوف الحجاج وأشوف مئات البشر الأجناس من كل ألحاء العالم وكنت باسمع في الراديو المنشدين والقرآن وكنت بالذات بابا كان بيجيب إذاعة القرآن الكريم من مصر وإحنا برضو في ملكة فكنت بحب اسمع الشيخ النخشبان دي الشيخ محمد عبراني الشيخ طغال فشني ونها صغير وقلدهم وحضرتك متأثر بهم طبعا متأثر بهم بجالب أساس حفظي للقرآن الكريم فتأثرت بمدرسة الشيخ النخشبان دي بالذات وطبعا تبحرت بقى بدأت أسمع وحفظت القرآن وختمت بفضل الله تعالى ونها في العشر من عمري وبدأت بقى اشترك في الحفلات المدرسية في مكة في المراحل الأددية الأددي والثانوي وفي الجامعة وبدأت أخشي مسابقات إلى أن عدت إلى مصر في عام 2007 أو 2006 طبعا كان رغبة لوالدي بس الأجل اللي لم يعني يعني رحمه الله توفى قبل أن أتحق بالإزاعة توفى في 2007 لتحق بالإزاعة في 2009 تقدمت للإزاعة كمبتهل واجتست هذه الامتحانات بفضل الله تعالى وكان لي شرف أن اللي في اللجنة الشيخ العملاق الشيخ أبو العنش عيشة رحمه الله عليه فكان في اللجنة وكان يعني رأيته يطرب من أدائي وقال لأنا عايزة أسمعها كهوى قبل ما موت يا ابني رحمه الله عليه ما زلت أتذكر هذه الجمهة وكان أول فجر لي في 2010 أو 2009 أو 2010 كان بصحبة الشيخ أحمد نعينة رحمه يعني يا رب الله دين الصحة طرط العمر في المسجد سبنا في المسجد السيلة زينب فكان أول فجر ليه ليلة 27 يعني واحد لسه مبتدئ ويحطوه مع الشيخ نعينة وفي ليلة 27 فكان عايز لها حافز كبير يعني فالشيخ أحمد نعينة حفزني مؤمن بيك يعني وشجعني يعني لما تشوف رجل زي ده مؤمن بالنوهبة فشجعني وكان فجر موفق وكان فجر تاريخي بالنسبة لي كان بداية خير بعدها الحمد لله ربنا كرمنا وبدأت تتوالى الفجرات والناس عرفتني وبدأت أسافر يعني رحت المغرب اشتركت في منتقيات عالمية وفي منتقى العالم للتصوف ثلاثة أربع مرات كان الشيخ سعيد حافز رحمه الله عليه أستاذنا الكبير كان بيروح فبعدما توفي اختاروا العبد الفقير إلى الله وربنا كرمني برضه وحكمت في مسابقات دولية عديدة في إيران تحكيم الكرآن تحكيم في مجال النغم ومجال الأصوات في الجزئية لذلك حكمت رست حضرتك انا كمان انا كمان اتستقولك انا درست معهد الموسيقى في قسم معهد الموسيقى العربية من صورة الحرة كنت انزل وانا في سنوي انزل في الفترة الأجازة اخد شهرين اتعلم فيها الموسيقى الموسيقى فاكتست الحمد لله وتخركت معهد الموسيقى ونمتني ودرست موشحات على يدي كبار الملاحنين في هذا العصر والله ما زلت اذكر كان فيه واحد اسمه موصلي برضو موجود في ما زلت اذكر اسمه فالحمد لله انا احب هذا الفن وهذا اللون واسخره لتضرع الله سبحانه وتعالى وتقريب الناس الى الله سبحانه وتعالى احب هذا الفن لان اجد نفسي فيه يعني استحضر الخشوع واما اشوف حد مرضو بيخشع من هذا الابتهال انا بقى اصر فابتهالي موقوف على مدح النبي صلى الله عليه وسلم وصدرع الى الله سبحانه وتعالى تضرع الى الله في المقام الاول ثم مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم الانشاد والابتهال لختم الدين ووطني يعني لي قصائد في مناسبات وطنية عديدة الحمد لله انشدتها ولقد صدى كبير يعني فضل الله سبحانه وتعالى واسأل الله ان يعطينا العمر حتى نبدع وحتى تستمر المسيرة ويظل هذا انا وغيري من زملائنا المبتهلين ان نكون عند حشل الظن وان نكمل مسيرة العظماء الكبار ان شاء الله باذن الله وربنا يوفى الكبير ربنا يزيد حضرتك دايما طب حضرتك حبب تسمعنا اي دلوقتي بقى والله انا في برضو قصيدة بمناسبة المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم مناسبة التي تغمرنا الآن نعم فاقول قصيدة للشاعر الاسلامي الكبير الشيخ محمد بدر الدين توصف مقدم هذا المولود الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحي صباحه اللألاء مرحبا 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 بخير البرايا اشتركوا في القناة 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 لمحمد النبينا بجرى لنا من ألمون زال العانى وفالهانى صلى الله عليه وسلم نروح لأحمد بقى كده أنا عارفة أن أنت يا أحمد ما شاء الله دخلتهم في مستبقات كتير من وإنت صغير إيه بقى أحكيني عن المسابقات دي وإيه أكتر المسابقات اللي أثرت فيك وحسيت أنها يعني فادتك بشكل كبير والله مسابقة كانت من ثلاث سنين مسابقة نجم الأزهر هي جات لي يعني شفتها على النت وكده مسؤولة عنها الأزهر يعني وقدمت قدمت فيها والتصفيات الحمد لله يعني خدنا صفونا كده مراكز مراكز لحد ما إيه آخر ثلاثة والحمد لله من آخر ثلاثة أخدت مركز أول يعني ديه المسابقة الوحيدة اللي حسيت أنها يعني الحمد لله كان لها أثر كبير في حياتي ما شاء الله أنا يبيدك يا رب طيب حضرتك بقى عرفتنا الفرق من الإبتهال والتوشيح نسمع بقى توشيح من حضرتك ومعيك الأستاذ أحمد هلونا مولاي هلو برضو عازز تقول حمد ممكن نقول قمرون دي مش تشيح ديه إنشاد ما شاهد فعن تقوله تب نقول طلع البدرو نقول طلع البدرو علينا نبدأ برضو كده وأجمل منك لم ترقط عيدي وأكمل منك لم تلد النساء شدوت به فأوبت السماء وهمت به فأغنى وقمت أصوه في لجواه شعري فكان اللحن منه والحداء طلع البدرو من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا مصطفان نور كلبه أضاء رغم أن في الملحذين ما دعا لله داع ما دعا لله داع جل ربي واتفضل مرحبا يا خير مرسل يا غلالا 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 البقاء طلع البدر علينا من ثانيات الوداء وجب الشكر علينا مدعا لله داع وهو نور قد أضاء سدنا النبي سدنا النبي سدنا النبي وهو نور قد أضاء بين أرض وسماء قل بصدق وانتماء صح لا تخشى الضياع طلع البدر علينا من ثانيات الوداء وجب الشكر علينا مدعا لله داع صلي يا ربي على من حل في خير البقاء واسبلي السطر علينا يا مجيبا كل داع النبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه كل عام حضرتك بخير أحمد ممكن نسمع منك حاجة أنت كمان بس قبل ما تقول أو تنشط حاجة حابين نعرف منك مين المنشدين اللي أنت بتحب تسمعهم مقربين إلى قلبك يعني أستاذنا وأستاذ الكل الشيخ محمد عمران والأستاذ فضيلة الشيخ طه الفشني يعني دول الأساس والشيخ ألي محمود ودرمضان الشيخ شعبان الصياد كل دول الأساس سدنا يعني في القرآن وفي الابتهال بنرجع عليهم بقى في كل حاجة يعني هما اللي أستاذا تمام ممكن تسمعنا حاجة محببة إلى قلبك أنت شخصيا يعني شكرا بحضر تسمعنا إيه؟ نسماته هواكة تمام شكرا بحضر الحب لك والحرف لك هوا الشعر إن غناف لك الحب لك والحرف لك هو الشعر إن غناف لك يا سيد الكونين 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 في فضاءات الفلة نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهجو نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهجو ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همجو دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجو قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجو نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهجو ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همجو شكرا السب المنصد أحمد فعد لنمتع الجمهور المشاهد لعزهي القناة وكل شكرا حقا كل عمو تخير حضرتك طيبة وذكرى طيبة إن شاء الله إن شاء الله تتكرر كل سنة بإذن الله إن شاء الله مشاهدينا مش هقول لكم أتمنى بس هقول لكم أكيد أنتوا استمتعتوا زي ما إحنا استمتعنا من الأصوات الرائعة والتي بتنشر لخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحين يتجدد اللقاء أسلكم فأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته